الاهلي بعد ما رجع من معسكره في اسبانيا بدل استعداد الجدي لأسبوع حسم الدوري الأسبوع المهم جداً اللي حيبدأ يوم الحد الزمالك هيلعب مع الجونة في الجونة يوم الحد يوم الأربع الاهلي والمقاولين في برج العرب والزمالك هيلعب الإسماعيلي في نفسه اليوم يوم الأربع الحد اللي جاي بعديه الاهلي والزمالك إذن ده من الحد للحد حسب هذا الموسم الصعب جداً والاستثنائي اللي فضل اتحاد الكرة يقول لنا سكوته ده موسم استثنائي ده طلع استثنائي قوي طلع استثنائي قوي أن التحاد ينظم بطولة بهذا الشكل وهذه الروعة ويخرج من دوره 16 ده الاستثنائي هذا الأسبوع أو هذا الموسم يحسن في هذا الأسبوع الآلي بدل استعداد الجد لهذه المواجهات الصعبة بكرة الجمعة الساعة 6 مساءً هيلعب مباراة وديها مع فريق البلاستيك علشان الجهاز يطمئن على آخر مواصلة إلهي اللعبون من الحالة البدنية استعداداً لمباراة المقاولينة باشمانتص شوف الحسابات اتقلت مئة مرة وشكلها كلها ستقود البطولة توحصاً في آخر مباراة إذا حصل مفاجئات فجع نتمنى النادي الأهلي أنه يحسن أمره بأمره كما يعني يبقى مصيره في إيده وأنه يحقق هذا اللقب اللي حيبقى له معنى كبير جداً هذه المرة ده درع التحدي ده درع التحدي الفريق كان الناس بتتكلم عليه إلحق ده في المركز معرفش الكام ده تأخر بـ 17 بنت وحجم الضغوط اللي تعرض لها الفريق وحجم الحروب اللي مورست ضد الأهلي الإدارة والجهاز واللعبين أنا أعتقد كلك وتابعتوها من شتى الطرق ومختلف الأفراد بحملات ممنهجة وممولة لإعاقة وعرقالة الأهلي إدارة ولعبين فإن الأهلي يستعيد قوته ويستعيد عفيته ويصل للصدارة ويكون قبق أوسين أو أدنى إن شاء الله من بطولة الدوري فده الإنجاز الاستثناء ياتحاد الكورة ده الاستثناء بجانب يا رب يا رب يا رب فبإذن الله يتمكن من حسب هذا الموسم جاز الفن النهاردة خصص التدريبات في جانب منها لفقرة للتصويبات والتزديد من الخارج كأحد الحلول ممكن نقول حاجة من دلوقتي ماتش الآل وزمالك حيكون بحكام أجانب بإذن الله ممكن يجبوهم لنا بقى من دولة من الخمس دول دول إيطاليا ألمانيا أسبانيا أنجلترا فرنسا ممكن عايز تحطوا عليهم بلجيكا حط إنما متروحش تجيب لي بقى التشكيلة اللي إنت عملت ماشي لي بقى الدوري من في الفترة الأخرانية دي بنقولها من دلوقتي الوقتي كافي موضوع مش زاريا مش هيتقبل للطبيق الدكاري لا لا هو بيقوله وجيه أحمد دلوقتي بقى نتمنى له للتوفيق لا هو جمال آآ عصام عفتاح مسير لللجنة موجود مازال لا سمعنا أن وجيه ما هو وجيه كده كده موجود في اللجنة لا أنه بقى رئيس اللجنة كلام ده كتب من أسبوع اتأكدونا يا جماعة من النقطة دي تفعيل دور وجيه طيب مؤمن زكريا كمان العقد للأهل بعد إعارة الموسم الماضي في السعودية خضع لبعض التدريبات البدنية النهاردة في الجيمانيزم على هامش المران وبيستعد تعارفين هم مش مقيد مؤمن مش مسجل في قائمة الموسم الحالي للأسف بنقول الحالي والناس بتستعد للموسم اللي جاي فدي تدريبات استعدادها للموسم الماضي ده عبث الجبلية فبيواصل مؤمن تجهيزه إن شاء الله للفترة اللي جاية زي ما قالو ديانج اللعب المالي الجديد دخل في التدريبات علشان يستعد أيضا للموسم اللي جاي في بحوصات طبية خضع لها أليو ديانج مرت اللي صارت المدير الفني عمل جلسة مطولة مع الجهاز المعاون عشان يحط النقاط النهائية في الاستعداد لإسبوع الحسم إن شاء الله ما هو طبعا إنت بتخش إسبوع الحسم وعندك تحدي تاني أخطر القوائم المحلية والإفريقية يعني يبع عندك يومين عشان تعمل الكلام ده رمضان صبح اللي قال جدد استعارته من نديه الإنجليزي خضع لفحص طبي النهاردة كان بيشتك رمضان من بعض الألام الخفيفة في العضلة الضمة فضل الجهاز الفني إراحته علشان يبدأ يجهزه للمرحلة الجاية ومرت اللي صارت المدير الفني تسلم تقرير تفصيلي عن حالة اللعيبة المصابة واللي راجعين من الإصابات أنتوا عارفين فيه لسه في قائمة المصابين أو في مستشفى الأهلي محمد محمود وسعد سمير وكريم ندفد وشريف إكرامي سعد كان تعالج بجراحة من قطع في الرباط الداخلي والخاريجي للرجبة وكان فيه قطع جزي أيضا في الرباط الصليبي الخلفي كريم ندفد أجريت ليه جراحة لاستقصال غضروف الرجبة محمد محمود كان أجريت ليه جراحة نجاحها في الرباط الصليبي رمضان صبحي زي ما قلتلكم عنده ألام خفيفة في العضلة الضمة وكريم ندفد اللعب لعب الوسط الجوكر المهم الحياة بيقدم المراحل المتقدمة في البرنامج التأهيلة علشان يتم تجهيزه للفترة اللي جاية إن شاء الله يعني لو كريم ندفد يؤدي الأداء بتعم الموسم الماضي عنده كمان لعبه جوكره في أكتر من مركز تقدر تستفيد آه إضافة قوية حمد فتحي الإضافة المميزة في خط الوسط له حوار مهم الحياة لما يكون موجود في الفريق ولسه ما خدش أي بطولة معاه وتلاو عنده هذا التعطش لأحراز بطولات يعرفوا إنه هو ده النهم الأهلاوي اللي بيحقق البطولات إنه نفسه يرفع درع الدوري مع الأهلي فبيتكلم عن إنه وهو كان الأهلي بعيد عن الصدارة كان بيسمع إن الأهلي بيقدر يكتاز كل الصعوبات ويرجع بيقول إن أنا ما كنتش مصدق وأنا برا المشهد إنه لا نقدر نعمل ده فأنا بقيت عندي ثقة كبيرة جدا بالروح اللي أنا شايفها من زميلي إنه نحن هنقدر بإذن الله نحتفظ بدرع الدوري ونكسب كاس مصر ونكسب البطولة الأفريقية اللي بيعتبرها حمد فتحي هدف كبير له وكل زميله عشان يروحوا من خلالها كأس العالم للأندية وده الهدف الكبير المرصود بإذن الله عن أفضل اللعيبة اللي بينفسوه في خط الوسط المدافع قال الأهلي غني جدا باللعيبة الكبيرة كابتن حساب عشور وكابتن عام رسولية وهشان محمد واللعب الصعد عربي بدر وده أحد التدعمات الشابة القوية جدا في وسط الملعب قال حمد فتحي إن كل لعب بيجتهد وما بيبخالش بأي عرق على الفرق وفي النهاية الأفضل والأنسب حسب الجهاز الفني بيلعب قال إنه سعيد للغاية بإشادة الجماهير وتقبل جماهير الآل بيه وقال إنه ده بيحقله دفع معنوية كبيرة جدا لتقديم أفضل الحلول للنادي الآل في المرحلة اللي جاية طبعا ده أحد اللعبين اللي الناس حط عليها أمال كبيرة أمال كبيرة وحطين يعني ثقة يعني ما أنت ممكن تحط أملك في حد ونت متوغوش إنما هو قدر يكتسب ثقة المهير والجهاز الفني وحتى خبراء الكورة بيقولك إن ده مشروع لاعب خط وسط كويس جدا ترجمة نانسي قنقر